كيف يبدأ الفيلم بجوجة المملكة قرابين لبعضياتهم المملكة الأولى يعيش فيها البشر والمالك ديالهم اسمه هنري وهو طماع وخايب ويحقد على المملكة الثانية هذه الجنيات التي يعيشوا فيها مخلوقات غريبة ولكن ضريفين وما كان عندهم مالك أو مالكة حيث عايشون في سلام بيناتهم وفي أكبر شجرة في هذه المملكة عايشها بن زوينة بثاف وهي جنية وعندها جنحين واسميتها ماليفيسنت وهي ضريفة ويبغيها كل شيء يتمها واحد النهار كانت تكتير وتلعب مع المخلوقات التي تتمها فجاءوا عندها ثلاثة ديال الجنيات وقالوا لها واحد من البشر دخل المملكة وشفروا واحد الجوهارة هي مشاتل عنده وهو كان خايف ومخبع تماما قالت له غير خرج ما تخافش فخرج ولقاتوا ضريف نفس العمر ديالها فقالت له ماليفيسنت يرجع الجوهارة التي شفرها لكي لا يقاديه التواحد وقال لها اباهم ماتوا لها تعمل في المملكة البشر وطلب منها السماحة تدخل المملكة الجنيات وسلم عليها لكي يمشي ولكن هي خطفة يديها بالزربة حيث هو لبس خاتم الحديد وحرقها في يدها ستيفن حيض الخاتم ورماه بعيد حيث تعرف ان الحديد يقادي جنيات ومن هذا الوقيته ويعجب ماليفيسنت ومورمود هذا ستيفن يرى ولعبوا بجوج وكانوا صحاب ودازوا العوامات وفي العيد الميلاد وقال لها 16 وقال لها ستيفن أن أريك وقال لها عوامات أخرين ستيفن لم يكن يرى ماليفيسنت ولم يدها فيها وقال لها مسؤولة على المملكة حيث هي أقوى وحدة أمه ولكن كانت حاسة بالحزن والوحدة وكانت تسوي رأسها ديما لماذا ستيفن بعد عليها؟ وفي واحد من نهار قرر المالك الطمع يهجم على المملكة الجنيات هو والعسكر شاهدتهم ماليفيسنت وجاءت وقفات قدامهم وقالت لهم عندهم تقربوا من المملكة ولكن المالك والجيش ضحكوا من الهضرة ووجدوا رأسهم كي يهجموا ذلك الساعة كانوا مخلوقات غريبة من تحت الأرض وبدأوا الحرب مع العسكر المالك وماليفيسنت ضربت المالك وطيحاته على الأرض وقربت منه وهو ضربها باليد الحديد الذي يلبسها وحرقها في عنقها ومنين يعرف بأن جيشه خسر وخدام المالك المالك كان قريبا يموت بسبب الإصابات الحرب فجمع الوزراء وقادة الجيش الذي كان ستيفن واحد منهم وقال لهم الذي سينتقم له وقتل ماليفيسنت سيزوجه ببنته ويرجعه والمالك يموت ستيفن ليس عند ماليفيسنت وطلب السماحة منها حيث لم يأتي لها وقال لها الذي سيحميها من المالك الذي سيقتلها هي طاقت فيه وسمحات لي وهو أعطاها واحد المشروب شرباته مرها غيبات وستيفن جبت لموس لكي يقتلها ولكن مقات فيه ولم يقدر ثم جاتوا فكرة فقطع لها جنحيها وداهم لعند المالك لكي يقتنع باللي قتلها وذلك الساعة يرجعوا مالك من انفاقت ماليفيسنت وكانت عيانة وحاسة بالحريق وحزينة من الخيانة التي دارها لها ستيفن فبدأت تغوت وتبكي وتلقى قوة نقصات شدت عصى وتكاتع وهي ماشية وفي طريقها تلقت واحد مصيد غراب فعونات الغراب ورجعته راجل وهو أشكرها وقال لها بالثميته ديابل وبغي يرجع لها الخير الذي دارت فيه وقالت له أنا دابا لا يمكنني أن نطير وقال لكي أجلب لي الأخبار للمملكة البشر ورجعته وعودان غراب ومشى للمملكة ورأت أن أمه ستيفن رجعه مالك ديالهم وتزوج بالأميرة ورجع ديابل عند ماليفيسنت وعود ليها وهي عرفت أن ستيفن أحتاج نحيها لكي يرجع مالك ثم هي غضبات وقررت انتقم من ستيفن وبقوة الشر المخلوقات كاملين يخافون منها أمور ما كانوا يريدونها ودازت شهورة ومشى لها ديابل وقال لها بالأبن ستيفن وسمىها أورورا ويجعل لها سبوع كبير في القصر في الوقت ديال السبوع ومشى ثلاثة ديال الجنيات ضريفين للحفلة وكل وحدة فيهم أعطيت الأورورا أمني الأول تمنى لها تكون زوينة والثانية تمنى لها الصحة وقبل الثالثة تتمنى لها تفاجأ كل شيء بماليفيسنت أنها جات ستيفن لم تريد أن تكون أمه وجرع عليها وقالت له أنا جاي أعطي كادو لبنتك فدرت عليها واحد تعويضة ومن ثم توصلت إلى 16 العام ستجرح يديها بيبرة ومن أمورها ستبقى ناعسا ديمة ولم تريد أن تفق عوتاني ستيفن شاف فيها وبدأ يرغبها لا تقاديش بنته وقالت له أرغبني عوتاني ومن ثم أرجع أرغبها ثم هي نقصات من السحر الذي درت وقالت أن الأميرة يمكن أن تفق من عز ذلك الساعة إذا أرغبها حب حقيقي وحيث ماليفيسنت متأكدة أنه لا يوجد حاجة اسمية الحب الحقيقي وبالخصوص من انخانها ستيفن كانت ضامنة أن أورورا لا ستفق من السحر الذي درته لها ومورها مشات وهي فرحانة بالانتقام ستيفن قرر يعطي بنته لك ثلاثة جنيات ثريفين لكي يحميها ويربيها تصل إلى 16 العام ونهار لكي لا تجرح من ليبرة والسحر يخدم وفي ذلك الوقت نيت صيفت الجيش الماليفيسنت لكي يسالي معها ولكن هي تصور عالي على المملكة لكي يحميها من البشر جنيات تدوا أورورا لحد الكوخ صغير في الغابة ورجعوا رأسهم ثلاثة العيالات كبار لكي يعرفوا يربيوها ديابل عرف البلاصة لهم وجاب ماليفيسنت ثلاثة فشافت في أورورا وقالت لها أنا كنكرهك ولكن البنت الصغيرة ضحكت فبقيت فيها وخلاتها ومشيت جنيات لم يكن يعرفون أن يتللوا في أورورا ولم يكن يعرفون كيف يوكلوها والبنت مسكينة كانت كاتبكي ديابل كان حاضيهم وبقيت في أورورا فمشا عندها في الليل ومناعتين وكلها ودازت مدة وستيفن ما زال بغي ينتاقم وصيفت الجيش له يهجم بالعافية على الصورة المملكة الجنيات لكي يطيح وقدروا يدخلوا الماليفيسنت هي خدمت السحر والقوة لها وخلت شجر الأخصر المحروقة لها يتحاربوا مع الجيش الجيش خاف ورجعوا قالوا هل ستيفن هو تعصب على القادة للجيش ثم تفكر أن الجنيات كي قضيع لهم الحديد فقال لهم جمعوا الحديد والحدادة التي كانت في المدينة كاملة المهم دازوا عوامات وأورورا كبيرة وكانت تلعب وتابعة فراشة حتى قربت طيح من جرف ماليفيسنت كانت حاضيها وبالسحرها حركت شجرة واعتقات أورورا حيث لم يتوقعها قبل أن تصل إلى 16 العام وفي واحد النهار كانت أورورا قدامها وضحكت لها ماليفيسنت قالت لها سيري بحالك ولكن أورورا عنقاتها ماليفيسنت هزت هذه الساعة وحسات من جهتها بأحد الإحساس الزوين وكبرت أورورا وكانت تلعب مع ديابل وهي لم يتعرف عن ما هو الذي يحميها من صغرها وفي واحد النهار كانت أورورا قريبة إلى 16 العام وكانت تمشى الجهة صور للمملكة الجنيات وهي باغت تعرف ما أمورها ماليفيسنت وديابل كانوا حاضينها لم يتعرف عليها ماليفيسنت واحد السحر لتنأس ودخلتها المملكة ومنين فاقت أورورا تبهرت بالجمال المملكة ولعبت مع المخلوقات وكانت فرحانة كثيرا واحد قليلا والمخلوقات تهربوا فأورورا قالت ماذا كنت معي بان خرجت لها ماليفيسنت وأورورا دحكت وقالت لها أنا دائما كنت أحسى بك حدايا وحاضيني لتحميني وبان ديابل ورجع قدامها لراجل زوين وسلم عليها وقالت لها أنا هو الغرب اللي كنت ألعب معها كنت صغيرة وبدأت ماليفيسنت توريها المخلوقات اللي تم ولعبوا معها وكانوا كاملين فرحانين ومنين نعسات أورورا ماليفيسنت رأيت فيها وبغيتها بحل بنتها وبغيت تبطل السحر اللي رماتوا عليها ولكن ما قدت حيث هذا السحر مجهد بثاف ومعرفت ما تحيده مراها رأيت كيف أورورا كانت تعامل مزيدا مع المخلوقات اللي تم وقلت لها فقلت لها أورورا سنكمل 16 العام وأول شيء سنفعلها هي سأعيش معك هنا ماليفيسنت قالت لها عيش معي من اليوم حيث بغيت تحميها من السحر أورورا فرحات وقلت لها سنقوم لها الخالات بثلاثة اللي ربوني ونرجع عندك ثاني في طريقها طلقت الريتال في الغابة وكان اسميته فيليب وبراته الطريق دي القصر وهو كان عاجب الجمال ماليفيسنت وديابل حاضرهم من البعيد وديابل قال لها يمكن هذا الشاب هو الذي يهر السحر لبغيها بالصح وهي جواباته لا يوجد شيء اسمي الحب الحقيقي وهو تقلق من كلامها ومشى أورورا وصلت عند الجنيات وقلت لهم صافي أنا أكبرت وسنجدكم هما تقلقوا منها وغلطوا وقالوا لها سنرجعوا لك أورورا تفاجأت حيث هما قال لها بالتي هي تيمة ذاك الساعة عودوا لها لماذا تفاجأت لها السحر وبدأت تبكي موراها وجرت البعيد ماليفيسنت حسيت بالدنب وابقى في هذا الحال وأورورا وصلت للقصر بباها والحراس ادعوها عنده قال لها انتك تشبهه ماماك بثاف وتعصب عليها حجات قبل ما تسالي 16 العام وقال للحراس يدعوها البيتها ويسدعوها جيدا رجعوا ذلك ثلاثة جنيات صغيرة كما كان وقلقوا على أورورا أورورا جرحات أورورا أصبعها بليبرا وغيبات في ذلك الوقت ماليفيسنت نعسيت فيليب ودعته لكي يعتقوا أورورا ولكن وصلوا مع الطلين وضعت فيليب قدام بيت أورورا وفتحوا له الجنيات ومنين يعرفوا أنه أمير الداويل عندها وتفاجأ مني نلقها ناعسة وقرب منها ولكن والو ما فاقت ضياب الحزن وماليفيسنت قربت منها وقالت لي ها أنا ممزيانات حدرت فيك هذا الشي والكره عمالي عينية وكحلة قلبي وما كنت عارفة أنني سأبغيك ونتعلق فيك شينهار ووعداتها باللي ستبقى ديما تحميها وباستها في جبهتها وحيت ماليفيسنت بقيتها بالصح أورورا فتحت عينيها وفرح ديابل وماليفيسنت بزاف ستيفن عارف أن ماليفيسنت كاينة وأورورا قالت لي ها سنعيش معك ذلك الساعات تحت شبكة ديال الحديد على ماليفيسنت وأثرت على القوة ديالها وحيت الشبكة عليها وقالت له أورورا هربي الحراس قدروا يشد التنين فهذا الوقت وصلت أورورا لأحد البلاثة وقلت من الجنحين ماليفيسنت وماليفيسنت كان يوصل لها ستيفن وبدأ يضربها وقبل أن يسالي معها تفاجأت بجنحها من بعد أن أورورا فتحت عليهم فارجعت ماليفيسنت قوية ولم يبقى أن يؤثر فيها الضرب فاعتقى التنين وتحاربوا مع الحراس بجوج ستيفن رمى عليها سنسلة بشدة وهي شداته وطياراته فوق القصر ولم تريد تقتله على حساب بنته ولكن غير أعطته ظهرها كان سيقتلها ثم لحته من ذلك العلو وخلاته يموت وهكذا كانت انتقمات منه ومن الخيانة والنهار الثاني حيدات ماليفيسنت ذلك الصور العالي الذي ضاير بالمملكة وتتوحد المملكة بجوج وأورورا رجعت هي الملكة ديالهم والكائنات كاملين فرحوا ومشا فيليبل عندها وعاشوا كاملين فرحانين وفي سلام واحد ثلاثة ديال الرجال داخلين للمملكة ديال الجنيات ويريدون أن يشاهدون كائنات سحرية لماذا في سنة قد داتش تجوج منهم ولكن واحد قدر يهرب من بعد ما أخذه كائن سحري ووحد الوردة اسميتها ظهرة الضارح ومشا عنده واحد ما معروفش وبايعهم له وهذا كفرح بالوردة بزاف النهار الثاني كنشوف الكائنات في مملكة الجنيات كيفي قوناشتين وهذه ثلاثة جنيات اللي يربوا الملكة أورورا ومعهم واحد الكائن اسميته بينتو ذلك الكائن خذلها التاج ديالها وكان غير يلعب معها فطاحت أورورا في الماء وهو واحد لها التاج في واحد البلاصة وهي مشا تجيبه تم خرج لها الأمير فيليب وعطاها خاتم وطلب منها الزواج أورورا فرحت بزاف ووافقت وهنا كنعرفوا أن ببينتو مع فيليب ذلك الشي لش تدلها التاج ديالها ديابل شاهد هذا الشي كامل ومشاقلها الماليفيسنت هي تعصبات بزاف حيث لا تطيق في البشر فيليب ممشل المملكة ديالهم وكان غادي مع صاحبه وهو قائد الجيش ديال المملكة وهذا صاحبه كان يكره الجنيات ويقول أن ماليفيسنت وحشة وقاتلة وعلم به المالك وممه أنه تقدم لتزوج أورورا المالك فرح وباركله حيث كان بغي المملكة بجوجة يعيشوا في سلام العكس لأمه اللي باركت لي تهيئة وقالت له عرض عليها وعلى ماليفيسنت للعشاء وكانت باينة أنها نوية على شيء خائب وفي هذا الوقت كانت أورورا تحاول تقنع ماليفيسنت لتوافق على زواجها والتيق في الأمير فيليب ورغباتها تمشي معها العراضة للعشاء وقالت لي ها أنت أمي اللي ربيتني وخاصك تكوني معايا تم ماليفيسنت ووافقات هناك نرى المالكة دخلت لأحد البلاسة ودورات الراسة واحدة تمثال تمت تفتح باب سري هذا الباب يدل تحت الأرض وثمت كثير من الناس تصيب أسلحة من الحديد حيث الحديد هو الذي يؤثر في جنيات وهناك نعرف أن المالكة هي التي تشفر الكائنات السحرية لكي يصوب بأحد الغبراء تقتل الجنيات وطلت على واحد يبرق وكانت تخطط شيئا في النهار الثاني كان ديابل يدرب ماليفيسنت على الهضراء التي تقولها في العراضة لكي تكون ضريفة مع الناس أورورا جاءت لعندها وعطيتها شال لكي تغطي به قرونها ماليفيسنت اخذته منها ولكن حسات بالخافة تحشمها في العراضة مراها مشاو وماليفيسنت دارت قنطرة من الشجر ودازوا من فوقها وصلوا للقصر وطلقوا بفليب اللي عرفهم على المالك والمالكة ومشاو يتعشاو في العشاء حطوا لهم طيور طائبين ديابل لم يعجبوش الحال حيث هو أصلا غراب فكان ما مرتاح والمعالق والمواس كانوا من الحديد والمالكة دارت رأسها لم يعرفوا أن الجنيات يحرقهم الحديد وبقاية المالكة تهدر مع أورورا وتقول لها كيف شبهت تقتل وهي تحشي الهضراء الماليفيسنت ماليفيسنت بدأت تعصب ولكن أورورا هدناتها والقطة المالكة هجم على ديابل ولكن ماليفيسنت بعداته وقالت للمالكة تسيطر على الحيوانات وتلقات القط وخلاته يهرب المالكة شفت فيها وهي مبردة وقالت لها شكرا حيث تربيتي أورورا ولكن أنا دابا سنعود أمها الحقيقية من هذا النهار ماليفيسنت مصبرت على هذا الشيء ووقفاته هي معصبة والحراس جروا لعندها ولكن هي ضرباتهم وطيحاتهم وقالت هذا الزواج لا سيكون والمملكة ديانا لا سيجمعه المالكة قربت من المالك ذلك الساعة هو غيب وطاح والمالكة غوتت وقالت بأن ماليفيسنت هي اللي دارت تشيل عن المالك ماليفيسنت جاوبتها أنا ما درت أوله وهدرت مع أورورا باش يمشيوا بحالهم ولكن أورورا ما طيقاتهاش فغضبت منها ماليفيسنت وطارت وخرجت من القصر المساعدة للمالكة ضربتها من سطح بواحد السلح ديال الحديد وجادت فيها الضربة وطاحت ماليفيسنت في الواد المالكة قالت لأورورا رأى ماليفيسنت خطار على نوع الكتانتي أورورا ذلك الساعة قررت تمشي عند ماليفيسنت لكي تحيد اللعنة في المالك ولكن فش وصلت لم أجدتها وطلقها ديال الذي قال لها ماليفيسنت لم يرجع للمملكة في ذلك الوقت المساعدة للمالكة علمتها أن شيء كائن اعتق ماليفيسنت من الماء وخداها وطار المالكة استغلت هذه الفرصة وعلنت الحرب وقالت لهم السبب هو أن ماليفيسنت لعنات المالك النهر الثاني كتفيق ماليفيسنت وقعت رأسها في بلاسة غريبة والجرحة التي فيها مربوطة وقلبت في ذلك البلاسة فشافت جنيات من نوعها تماما وسمعات القائدهم بورا وهو يقول لهم بأن البشر يجمعوا الحديد لكي يساليه معنا ونحن قربنا نقارضه كونال الذي اعتق ماليفيسنت قال له نحن لا نستطيع أن نذهب على البشر ثم بورا ورههم ماليفيسنت وقال لهم هذه هي أقوى وحدة فينا وكي يبين لهم هذا ما يقول في الذهاب الهدرة حتى تعصبات وخدمات القوى ديالها فضحكوا وشاف فيهم مراها كونال هدر مع ماليفيسنت وقال لها نحن بزاف ديال الأنواع كان مننا جنيات تاندرة وجنيات ديال الأضغال وكان جنيات ديال السحر وجنيات الغابة اللي انتي وحدة منهم ووراها دراري الصغر ديالهم هما يدربوا على الطياران وقال لها رخاصهم يطيروا فوق شجرولوديان ولكن البشر قتلوا مننا بزاف فكان علينا نتخبعوه في الكيفان وقال لها أنا الرأي ديالي هو نعيش في سلام مع البشر حسن من الحرب ولكن هي ما بغاتش في نفس الوقيته أورورا رجعت للقصر بينتو كانت مخبعة ودخلات للقصر فشافها القط وجرام من وراها وهي هربات تطحت في واحد تقبة ووصلت لتحت الأرض فشدها ذاك العالم وضعتها في قرعة الماليكة كانت تكره أورورا في ماليفيسنت وقررت الوقت اللي غد يديروا فيه العرس وقالوا في المكبيرات ديال الصوص أنهم يعرضوا على الكائنات السحرية ديال المملكة الجنيات لكي يحضروا للعرس كونال والرأي الماليفيسنت الرسمة في حد العنقاء وقال لها أنت آخر واحدة من السلالة ديالها والدم ديال العنقاء كي يجري فيك جاء عندهم بورا وقال لهم العرس ديال الأورورا من دابة ثلاثة والبشار كامل سيكونوا تماما وهذه هي الفرصة كي نهجمون ساليو مع البشار في مرة الجنيات صوبوا سوى ديال العرس الأورورا ولكن الماليكة أعطتها كسود العرس ديالها وقالت لي ها هذه حسن وقعت كتلبسها لبس رسمي وبدلت لها تلمشطة ديال شعرها من المشا عندها فيليب قالت له أنا مخنوقة من هذا اللبس وهذا الشي ديال المولوك اللي مفروض عليها فجاوبها أنا بغيت كونتي على طبيعتك وما بغيك ش تبدلي وهناك نشوف العالم الذي قدر يصنع من الظهرة ديال الداريح واحد الغبرة كتقتل الجنيات ووراها الماليكة وشت جنية صغيرة وضع عليها تلك الغبرة فرجعت وردة عادية وكان بغي تلك الأظهر الداريح كاملين ثم الماليكة صفتت الجيش للمملكة الجنيات وللقوا بزافة الأظهر الداريح وخدوهم كاملين ما ليس لديه سن تحسات بهم فطارت بالزربة للمملكة الجنيات وتبعها بورا وكونال ثم ما لقيت باقيتها وردة وقالت هذا الوردة هو الروح الجنيات التي يموتها قليلا بانوا شي عسكر وضربوهم بسلاح اللي مصنوع بالحديد الدربة كانت غادة جيف ماليفيسنت ولكن كونال عتقها وجات فيه هو الدربة وطاح وهي معاه ودورات بهم الفروعة دية الشجر باش يحميوهم بورا وقفوا جه العسكر وقدر يسالي معاهم كاملين وفي صباح النهار الثاني وورورا شفت الجنيات والكائنات السحرية جايين باش يحضروا العرسها ديابل تاهو كان معاهم ولكن الحراس دخلوا الجنيات والكائنات السحرية في ذلك الوقت فيليب أعطى وردان أورورا وعرفت أنه أخذها من عند أمه فتعجبت حيث ذلك الوردة كائنات غير في الملكة الجنيات مراها دخلت لبيت الحويج الماليكة وشفت تمتال رأسهم عوجة فقداتها له تمت تفتح ذلك الباب السري وهي دخلت توصلت عند ذلك العالم لقال لها خاص تخرجي وهي شفت ليبرا فمشت لجهتها وقبل أن تجرح رأسها شفت الماليكة وهي كتضرب الماليك بليبرا ثم فهمت أن مالي في سنة ما درت والو وشفت الجنيات التي كانت تالفين وهما محبوسين وقالت للعالم أنت من العالم الجنيات كيف تتعاون الماليكة لكي تقتلهم فهذه اللحظة وصلت الماليكة وقالت لها أنا خطط أن نأخذ المملكة الجنيات من قبل أن نزوج الماليك ومنين نزوجته عرفته كيف يريد السلام فكان خاصة أن ندر خطة لكي نحقق الحلم وذلك قالت لها جنيات الكائنات السحرية عايشين في الرفاهية أمه وهم لا يستهلون ذلك وعيطات للحراس لكي يرجعوا أرورا لبيتها هناك بانلينا كونال للضربة الحديد التي جاءت فيها كانت خطيرة بورا قال لهم خاصة أن نتقمه من البشر ذلك السعال قبل كاملة حمسات ووجدوا رأسهم جنيات الكائنات السحرية كانوا في القاعدة العرس والمساعدات الماليكة كانت تضرب على البيانو وعلى غفلة الحراس تدع لهم الباب والبيانو خرج منه الغبرة التي تقتل الجنيات أرورا دارت واحد الحيلة وقدرت تهرب من بيتها والجنيات الأغلبية هم ترجعوا ورد الحراس شافوا بورا والذي معاه طائرين وجيين لجهتهم وأرورا شدت في حبل ونزلت به في البيت الماليك فلقات أمه فيليب الحرب بدات والجنود رماوا الغبرة على الجيش الجنيات بورا ذلك الساعة قال له من ساحبه وأرورا قالت لفليب أن الماليكة هي اللي لعنت الماليك بليبرا ورعته الضربة في صباعها وهي النيت نفس الضربة في اليد الماليك وقالت له جنيات صغرين مشدودين في القاعدة العرس فليب بطيق هدرتها ذلك الوقت كونال أعطى القوة الذي لم يزال الماليفيسنت ومراهامات ونرى أن بورا لم يهرب ولكن كانت عنده خطة أرورا ذهبت لكي تنقضي الجنيات في القاعدة وكان معها ديابل الغبرة التي تقتل الجنيات كانت في السماء والجنيات يقاموا يتحاربوا معاهم فليب مات عند الماليكة وقال له ما نعرف عليها وهي قال له بك ضعيف وأنا كان حميدة بل مملكة وقالت للحراس يشدوه ويديوه لبيته هو شد في واحد الحبل ونزل به وشدوه صاحبه جو فليب قال له وراه رجال ديالك لكي تقتلوا بسبب هذا الشيء شافهم بورا وضرب جو نرجع للقاعدة واحد جنية ثلاثة الليربة وأورورا ودخلت لداخل البيانو وضحات براسها لتشد الفتحة التي تخرج من هذا الغبرة الحراس قدروا يشدوه أورورا وديابل ولكن ثم ديابل تحول الدب كبير وهنا أورورا عرفت أن ماليفيسنت وصلت ماليفيسنت بدأت التحارب وخدمت القوة ديالها فتقلبت الحرب للصالح ديالهم والجنيات قدروا يطيحوا المساعدة لماليكة فماتت وديابل قدر يفتح على الجنيات والكائنات السحريين اللي مازالين عايشين جو قدر يطيح بورا بوحد السهم فمشى بورا الجيتو ذلك الساعة وقف قدامه فيليب وقال له باللمو هي اللي بغى الحرب ولكن احنا بغين السلام وبسبب هذا الشيء ما غاديش نقتلك ورمى فيليب السيف من يده بورا تعجب حيث لا سلاش معه فخلاهم وطار البعيد تم جو فيليب منع العسكر من الحرب ماليفيسنت وصلت للماليكة وقبل ما تسالي معها جاءت عندها أورورا وطلبت منها السماحة تشكت فيها الماليكة استغلت هذه الفرصة وضربت السهم فيه ذلك الغبرة على أورورا فاعتقاتها ماليفيسنت وجاء فيها هي السهم ورجعت الرماد أورورا بدأت كتبكي ودموعها طاحوا على ذلك الرماد الماليكة علنات أن ماليفيسنت ماتت ولكن ذلك الساعة الرماد بدأ يرجع للحياة بسبب دموع أورورا ورجع في شكل طائر العنقاء وكل شيء خاف منها الماليكة رمت أورورا من الفوق لتلاهي ماليفيسنت وتقدر تهرب ولكن لقيت جنيات طائرين بها من كل بلاصة ماليفيسنت قدرت تنقض أورورا ورجعت لشكلها الطبيعي وأورورا جرأت عن نقاتها ذلك الساعة ماليفيسنت علنات على الزواج فيليب وبنتها أورورا العالم تلقب بنته والذي معها وعطى الماليفيسنت ليبرال فيها اللعنة وهي أخذاتها وحرقاتها وقرروا أن المملكات بجوج سيعيشون في سلام والماليك حيدات منه اللعنة وفاق وفرح من إنشاف المملكة عامرة بالورود أما الماليكة فرجعتها ماليفيسنت معزة وقالت لبورا جيب القبيلة حتى سيعيشون كاملين في سلام وتمنى تكون معهم كونال فليب تعجب من إنشاف المعزة وضيابل قال له ونرجعها كما كانت من بعد والماليك حضر للعرز وكان فرحان بزاف بولده وأورورا لبساتك سوزوينا والجنيات كلها شوية كيلون وهبلون وعطيتها ماليفيسنت لفليب وتزوجه والبشر والجنيات كانوا فرحانين وماليفيسنت المات على أورورا وتمنات لها حياة سعيدة ورجعت للمملكة الجنيات وهنا تسالة الفيلم دينا نتمنى الملخص يكون عجبكم وما تنساوش تفرجوا في الملخصات الفيتا وديروا اشتراك في القناة وفعلوا الجرس باش تفرجوا في الملخصات الجاية طالوا وانتلاقوا في الفيديو الجاي